نبحت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار تساقط ثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يتجاوز علوها 900 متر بسمك يتراوح بين 10 و 15 سنتيمتر إلى غاية منتصف نهار اليوم السابت كما ذكرت النشرية ذاتها أن الولايات المعنية بثلوج هي كل من تزيوزو البويرة بجاية جيجل سكيكدا برج بوري ريج سطيف إضافة إلى قسنطينة قلمة سقهرا سوم البواقي كما نبحت ذات المصالح في نشرية خاصة ثانية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبر محليا بكمية تتراوح بين 20 و 40 مليمتر ويمكن أن تتعدى 50 مليمتر وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد ويستمر تساقطها إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابت وبخصوصي الولايات المعنية فهي كل من بجاية جيجل سطيف ميلا قسنطينة سكيكدا عنبه طرف قلمة وسقهرا سا موسيقى موسيقى